زي كل سنة قررت ان اقامل env driven products السنة دى من ال prod اول حاجة هتكلم عليها اي برودكت اولا هتكلم عليه هتكلم على زي استخدمتو والحاجات اللي انتو بتتوقعوها من البرودكت ولو عارفة السعر هقول لكم السعر ولو مش عارفة السعر هتلاقوني كاتبالكو في الدسكريبشن بوكس اللي انتو تقدروا تشوفه منه السعر انا بالنسبالي في بطلين السنة دي لشعري من حيث الهياشان ومن حيث اللي هو حاجة فعلا لما بتخلص بحيث ان انا لأ انا محتاجة انا محتاجة الحاجة دي اجابها تاني والحاجة اي كرياتين بتاع ايفا ده حاجة انا بالنسبالي انا ما كنتش متوقع ان هو حلو كده باستخدمه ازاي اولا ده بخمس وستين جنيه سانيا عشر دقائق على شعري قبل الشاور بسيبه وبعد كده بخسله والشامبو والبلسم بصوا بجد رائع وسعره كويس الريزالت بتاعته هيلة الحاجة اللي انتو بتتوقعوها منه او بتتتوقعوها منه ان هو شعركو لو انتو شعركو ناشف او لو انتو شعركو هايش جراديولي لما تستخدموه كل مرة او تدريجين لما تستخدموه كل مرة هتحسوا ان الهياشان ابتدى يقل وان فعلا الافاكت بتاعه تحفى تاني حاجة وده طبعا واضح من ان هو خلص انا خلصت سيروم كل ده من مثلا من شهر انا كنت سافرت السحل الشمالي شهر تمانية من شهر تمانية لحد دلوقتي كل ده سيروم ده معنى انا تقريبا اكتر حاجة باستخدمها في حياتي ده سيروليز سيروليز المفروض هما ملهمش اونلاين اللي انا عرفه بس احنا ممكن نشتريها من الصيدليات ومعظم الوقت بيبقى مش متوفر بشكل رهيب يعني اللي انا عرفه تقريبا او بمية سبعة وعشرين او حاجة في الرنج ده جماعة ده اكتر سيروم في العالم هينفعكم ده مش استخدام يومي ابدا ده استخدام كل ما تيجوا تغسلوا شعركو شعركو يبقى لسه مبلول اللي هو بنقط حطه على ايديكو حبة كويسة قوي يعني حبة بمب انا بحط بمب على الناحية وتمسكو وتعملو في شعركو كده بجد غير شعري تماما 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 ان فيه حد قال لي ان السيروم ده بتاع شي بيدي ريزولت كويسة وان هو حلو كلام ده كله بس الشي ده ما يجيش حاجة جنب سيروليز يعني ده ممكن استخدام يومي بس بالنسبالي مفيش مش بيعمل افاكت يعني ده استغنم ده تقريبا بثلتمية جنيه ده بمية سبعة وعشرين جنيه بس ده لأ يعني انا ده مش هشتريه تاني ده لو خلص خلاص انا كنت قلت ان انا عايزة اشتريه عشان عمل لكو ريفيو بتاع بس فعلا لأ يعني البالسم بتاعه اللي هو اسمه انفرا تريتمنت بس انا ماما رامت الباكتج للأسف الانفرا تريتمنت بتاعيتهم لذيذة حلوة بس ده السيروم ده لا كريمين تانيين واحد اسمه جيدو جيدو ده و جيفان انا بالنسبالي الاثنين دول حلوين قوي ليه بقى دول لو انتوا عايزين يعني بالنسبالي ده استخداموا غير ده وغير التاني ده بيستخدم في الحمام انا من الناس اللي بتستخدم غاية كريمات مرطبة كتير قوي علشان انا شمعوا شعري ناشف وبينشف و لو استخدمت علي حرارة وبينشف قوي من تحت بس استخدامي لي ان ده بعد ما بخلص الشامبو وبعد ما بخلص البالسم بحط ده بس ده انا مش بستعمله كل مرة ده مرة و مرة عشان هو ترتيبه جامد قوي هتحسوا ان انتوا شعركوا لو انتوا استخدمتوه بشكل كتير يعني انا ساعة كمان بحطه على اطراف شعري بس هو و ده ده الاطراف بس لكن بتاع ايفا الشعر كله جيدو ده من الحاجات اللي هو هيديكو انستنت مويستشري يعني انتوا اول ما تحطوه على شعركوا هتحسوا ان انتوا شعركوا فعلا ما بقاش فيه هيشان خالص حتى بعد ما تنشفوا شعركوا لازم تخسروا شعركوا بعدي كويس هتحسوا ان انت شعركوا بقى بجد مفهوش اي هيشان خالص جيفان الكريم ده ده انا مش بستخدمه كل مرة انا ده بستخدمه تقريبا مرتين في الشهر رائع لو انتوا عندكم اي مشكلة يعني انا مثلا قصتي دي من اكتر الحاجات اللي بتبقى دامج او من اكتر الحاجات اللي بتبوز ما تسألنيش ليه معرفش بكافرت كلها وفعلا بيديني فرق وبيديني افاكت حلو قوي ان هو بتحسوا ان الشعراية اتغلفت بحاجة كده وانستنتلي بعد الشاور او على طول بعد الشاور او بعد ما تستحموا هتحسوا ان فيه فرق في شعركوا ريحتوا مش قلتا في حاجة هتحسوا ان هو حاجات طبيعية قوي بس فعلا الاربع برودكتس دول من الحاجات الطخفة ايذا كلينك الكريم السيروم بتاع سيروليز حمام الكريم بتاع جيدو وحمام الكريم بتاع جيفان حمامات الكريم طيب احلى ديودرنت في العالم ولما تيجوا تشتروه ما تشتروهش من صيدلية اشتروه من البوث بتاحهم او من بيبقى في نص اي مول كده هتلاقوا فيشي ليهم زي طربيزة كده وحطين عليها برودكتس فتاعتهم لان انتو لو بتشتروه واحدة بتاخدوا تاني عليها 50% او بتاخدوا اي برودكت تاني 50% او انا دايما بشتري اتنين او بشتري انا وريم اتنين او انا وصحبتي اعني اتنين ونقسم السعر بجد انا مش عارفة ازاي انا كنت عايشة قبل البرودكت العظيم ده فضيع بحطوا ما بقلقش خالص من العرق تنسوا مشكلة العرق دي تماما بروح الجيم برجع من الجيم 24 او 24 ساعة انا ما بفكرش في ريحة العرق تماما الشامبوهات السنة دي انا بتكلم على براس ده من زمان قوي هم كمان السنة دي غيروا الكنسيستنسي بتاعتهم ان هي بقت مالش ان هي بقت جل اكتر هو ده القديم لان انا خلصت الجديد بس الجديد بتاعهم الكنسيستنسي بتاعته مش مماية وكده هتحس ان هو بقى جل اكتر وكمان عاملين شامبو بس صراحة معجبنياش قوي بس الشامبو الجديد بتاعهم من اكتر الحاجات اللي بتنظف الشعر بالنسبة لي ومن اكتر الحاجات اللي بتسيب شعري طري ورحته حلوة شامبو تاني بس مشكلته هو بيرطب الشعر جامد قوي بس مشكلته ان هو بعد استخدامين هتحسوا ان انتو محتاجين تستخدموا حاجة تنظف اكتر لان هو ده بحس ان هو بيدي ترتيب وبيدي ريحة حلوة بس بحسش ان هو بينظف قوي بس الريزالت بتاعته لو انا مثلا كنت لسه عاملة شعري واستخدمته بحس ان هو بيحليلي مشكلة ان شافين اللي بتبقى بعد البابي ليس او ان شافين اللي بعد عملان الشعر او ان شافين اللي بعد اي حاجة مضرة للشعر هو جيفان ده اسمه بيرلي ميرلي شامبو هو لهم تجي على انستجرام اسمها جيفان اللي سبيلنج بتاعها جي اي 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 ان ده بجد من اكتر الحاجات اللي عجبتني وراحتها ان هو بالمانجو وفعالا من ريحته مانجو قوي بعد غسلتين بالضبط هتحسوا ان انتو محتاجين ثلاث غسلة تبقى بحاجة فيها كاميكلز انا يوجو لي بعمل كده اسم مع اي شامبو بس ده بفعلا هتحسوا ان انتو محتاجين يعني هتحسوا ان شعركو منضفش قوي من جيدو جيدو ده بقى من اكتر الحاجات اللي انتو هتحسوا ان الشعر اتغلف يعني هتحسوا بعد ما تغسلوا شعركو بان شعركو كده هو ده مش الشامبو انا لمسكت البالسة وقلت عليه شامبو ثانية واحد عشان كده هتفهموني هتحسوا ان انتو شعركو تغلف بحاجة تخلي الشعر كده ايه مش هايش تخلي الشعر انسيابي تخلي الشعر بيلمع بيخلي الشعر بيلمع قوي فبجد من الحاجات العجباني قوي يعني اللاين بتعجي ده لأي حد عنده جفاف في شعره اللاين رائع لو استخدمتوا كل حاجته البالسم بتعجي فان تحفن انا باستخدمها قدين اللي هو لأ انا انا عمال على بطال بستخدمه اللي هو باعد احط ستين الف بامب وحطها في شعري لان فعلا بيدي افاكت انا بحب اي حاجة بتدي انستنت افاكت كده لو اما تيجو تحطوه في شعركو وبعدين تيجو تخصلوه بتلاقوه حلوة قوي تو ده بادرفيو بقى عندي بادرفيو قوي عن ليه عندي بادرفيو عن الشامبو بتاعشي علشان انا كنت فاكرة ان هو معالج ان انا حس بفرق بس لا السعر بالنسبة ليه الافاكت اللي انتو بتاخدوه مش احسن حاجة سعره غالي يعني ده مثلا تقريبا بربعمائة جنيه انا مش فاكرة الصراحة السعر بالزبط لان هو ده خلاص خلصان هو بان عليها اسسا ان العلبة بتاعتو متفتحتش بقالها كتير يعني فاضل حبة صغنانين بس هو مش مشجعني ان انا اخلص حبة يعني حتى اخر حبة صغنانين دول علشان معجبنيش حلو اللي هو ايه يعني فاهمين اللي لو دخلت الحمام ولقيت شامبوشي هاختار ان انا اخسل بي لو انا في حتة مفاش الشامبوهات اللي انا بحبها بس ان انا اروح واشتري شامبوشي تاني لا مش تحصل نكمل الباد ريفيوز ونمبر واحد بالنسبالي اسوأ برودكت للسنة هو سيرافي الغسول بتاع البشرة الجفة خلاني اعيش شهر من الضمار خلاني اعيش شهر من الحزن والحزن والكل حاجة وحشة لبصوا انا رحت اشتريت ده زي الكاتكوتا كده من البوف بتاعهم اللي في كايرو فاستيفل هم مبعتوا ليش اي حاجة رحت لقيت ده بمية وخمسين جنيه قلت الله سعره اقل من اي كلنزر شركة مثلا اقل من لاروش اقل من الحاجات دي كلها فروحت اشتريته وقلت ان شاء الله يبقى حلو يبقى سعره احسن الواحد يوفر والشي الحتة دي كلها والحتة دي كلها كان فيها حبوب صغيرة جنب بعض حبوب صغيرة تحت الجلد رحت للدكتور قال لي شوف انت تستخدمي جديد وبطلت تستخدمي بس فعلا الحتة دي كلها كانت حبوب من ابشع اللي جربتها في حياتي يمكن انا عندي حساسية من اي انجريدينت بواف انا مش هحكم على ان هو محدش يشتريه بس حلت بقى المشكلة بايه بصوا انا مخلصة الحد هنا كده بالزبط كل ده سينسيبيو الجديد بتاع بايو ديرما ده للبشرة الحساسة ده من احلى الغسولات اللي انا استخدمتها في حياتي انا الصراحة ما عرفش سعره كان بس اعتقد تقريبا بمئتين وشوية بس ده احلى غسول بالنسبالي انا كسارة وبشرتي جفة وبشرتي حساسة عايزة حاجة يعني انا ما بستخدمش في حياتي دلوقتي غير تقريبا اربع حاجات الغسول السيروم هوريكو انهي سيروم المرطب وواقي الشمس بس ما بستخدمش اي حاجة تانية ممكن اوكيجنلي كده الماسك اللي هو بتاع الهايدرانيك اسد بس غير كده مفيش هو ده يعني هو سيروفي او سيروفي مش عافية بتطنت ازاي بس هو ده المرطب المرطب بتاعهم ده بقى حلو لكن اللي كان ببمب اللي هو كان شبه ده بس لونه ازرق ما عجبنيش خالص عجبتني اه تقريبا انا بستخدمه على كل حاجة بستخدمه على وشي وبستخدمه على جلدي وبستخدمه تقريبا تقريبا في كل حاجة وبخلي اهلي يستخدموه بس فعلا من الحاجات اللي انا لما تخلص بس هوا يعني يعني تلتمية واربعين جرام فهيخلص تقريبا السنة الجاية هو اكيد يخلص السنة الجاية عشان اكيد مش خلص كل ده في شهرين وبعدين هيلرونيك اسد ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني السنة دي ومن اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها ده تقريبا العبوه رقم 600 بحطه زي اللي لازم وشي يبقى منادي وبعدين بحطه وبعدين بحط الموسترايزر او بحط المرتب بعدي بحبه جدا ومن الحاجات اللي لاي قمع بشرتي وفيه فريجرنس فيه ريحة بس مش ده مش معنى ان هو مواحش انا بحب حاجات تديني ريحة بسيطة كده وفعلا حلو قوي معي الاي كريم بتاع سيرفي من اكتر الحاجات السيئة على اي حد عنده عين حساسة زي مش حلو خالص 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 ومش ريكمندد يعني كل ما بحطه تحت عيني كتعناي بتدمع وانا ما كدتش فاهميننا لما باجي استخدم حاجة ما بحسش اللي هو باستخدمه وخلاص كده وبطلته عيني بطلت تدمع عرفت ان هو كان ده السبب في الليب جلوسز بالنسبة لي السنة دي اللي هو الليب ليفتر درجة 003 شوف انا مسكها بما شقلب تقريبا بس ال 003 ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني السنة دي جبت منه تلاتة لحد دلوقتي بس مشكلتهم ان اول ما بيخلص بتقعد مثلا شهرين بعد كده تروح منزلاء ده كان سعره مية وسبعين تقريبا يعني يفيش حد بيبيعه قوي هو كيكو 131 ده اللي انا حطا دلوقتي نص بيبقى لون بس انا جايبا لون اقرب حاجة للون شفايفي تقريبا والنص التاني بيبقى شفاف علشان يدي المنظر الجلوسي ده ده كان بالظبط ب 240 جنيه بس ده كان من دبي فيه ناس بيتبيعه هنا في مصر ب 240 لحد 260 اغلى من كده مالجموش عملت عليها ريفيو عجبتني واستيلا عجباني ودي الحاجات الوحيدة اللي بستخدمها لو انا هستخدم يعني لو انا هستخدم كونسيلر بستخدم بتاع شيجلام لو انا عايزة حاجة فول كوفردج علشان شيجلام ده فول كوفردج الفونديشن بتاحهم كوفردج طحفة بس انا مش بستخدمه كتير علشان انا مش من الناس اللي هي من هوات الفول كوفر بس الفول كوفر بتاعه حلوة قوي 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 بجد اي مناسبة او اي حاجة بابقى عايزة حاجة تكوفر كل حاجة بستخدم بتاع شيجلام لان لانجلاستنج بريدابل مات فونديشن شيجلام ويقولوا ان احنا لازم نروبه كده ودرجته نود انا جيب رحاجة الايلاينر اللي انا مستخدمات دلوقتي هو برضو الايلاينر بتاع شيجلام ما عليوش اي حاجة غير ان هو شيجلام وايلاينر اي حاجة اللي عجبتني السنة دي بس برضو بتنزلش كتير اي حاجة في الميك اوب الرخيص بتاعجبني ما بتنزلش كتير ليه ما تسألنيش بس هو ده حظي في الدنيا ده 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 الدنيا من اول حاجات اللي عجبتني و ده ده حتى بعد الجيم بيبقى مراحش اخر حاجتين هتكلم عليهم ودول الاكتشاف الاسبوع اللي فات سوبر ستاي الاحمر وكمان لس تشوكولت ألترا لبستيك بتاع لوريال لو حد عايز يحط روج احمر يبقى الاتنين دول اي حاجة غد دول ما لهمش اي لازمة الاتنين دول فعلا اكتر حاجة بتقعد اكتر حاجة الابليكيشن بتاعها سهل انا ما عاش سعرهم الصراحة بس بجد اكتر اتنين حلوين قوي واحد درقته عشرين سوبر ستاي بايونير عشرين والتاني اسمه تايستي روبي تمنمية اربعة وستين تمنمية اربعة وستين بجد من احلى الحاجات في الدنيا بس كده هي دي كل برودكت اللي عجبتني السنة دي تقريبا ممكن اكون نسيت حاجات بس اوبرول دي الحاجات اللي on the top of my head شكرا انكم فرقتوا علي وضيعتوا حبة من وقتكو ياريت الفيديو يكون عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي اكتبوا لي في الكومنتس عايزين الفيديو اللي جاي يكون ايه عشان انا بحب اقول الكومنتس قوي وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة